شيء جايد طبعا المعسكرات في السن الصغير ده لما اللاعب كمان يعيش الأجواء دي إن شاء الله لما ربنا يكرمه وميطلعه فريق أول يبعاش الأجواء التغذية السليمة النوم الصحي في المعسكر التدريبات شغل الجيم فده كله شيء جايد اللاعب يعيش الأجواء دي وده شيء جايد صراحة من نادي الأهل السنة دي في ميزانية كبيرة لقطاع الناشئين عشان خلال السنين القادمة إن شاء الله يتم الاعتماد على أعداد كبيرة إن شاء الله من ولادنا داخل قطاع الناشئين وزي ما احنا شايفين معسكر نموذجي في مدينة الإسماعيلية نتمنى إن شاء الله يعني ييجي باستفادة كبيرة على ولادنا في خلال المورات القادمة أيضا هنروح نشوف استعدادات 2006 لكن قبل ما روح إلى 2006 عايز أقول لحضراتكم وإحنا هنا في النامج الأشبال دائما بنقول أسماء أسماء علشان بعد كم سنة إن شاء الله تتذكروا إن الناس دي طلعت أو إحنا قلنا عليها واتكلمنا عنها في برنامج الأشبال في فريق 2005 طبعا مليء بالعناصر المميزة لكن افتكروا معايا الأسماء دي يوسف عفيفي بيلعب تحت المهاجم لعب مميز جدا عبدالله البستنجي مدافع بيلعب مساك أيضا من اللاعبين المميزين سيف أيمن تحت المهاجم جناح أيمن ولعب سريع ويمتلك المهارة وكمان حاسة التهديف سيف الطيب مهاجم ويوسف جمال بكراير افتكروا معايا الأسماء دي عايزة أفكركوا بالأسماء دي عشان دي هتفضل معايا إن شاء الله يوسف عفيفي عبدالله البستنجي سيف أيمن سيف الطيب ويوسف جمال إن شاء الله لعيبة صعدة وعدة انتظروها إن شاء الله في السن القادمة في الفريق الأول بندل أحلي زيادة أفكار